السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتكلم في هذا الفيديو عن اهم التوصيات الخاصة بزراعة الفاصولية ونتكلم عن الخدمة وموعد الزراعة والعملات الفنية قبل الزراعة وكل التفاصيل الخاصة بزراعة الفاصولية الفاصولية الشتوي تتزرع في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر والفاصولية الصيفي تتزرع في شهر مارس لو أعجبك الفيديو اعمل اشتراك وفعل جرس التنبيهات تابعونا ولو حضرتك عايز تزرع محصول سهل ومربح وبحثت كتير عن طرق وهم التوصيات لزراعة الفاصولية ان شاء الله في هذا الفيديو هنتكلم عن اهم التوصيات لزراعة الفاصولية اللي ممكن تحقق منها اعلى انتاج ان شاء الله واعلى ربحية واحد وأول ملاحظة عن الفاصولية الفاصولية لا تفضل أراضي اللي فيها الملوحة المرتفعة أو الأراضي اللي فيها بتستقدم ميا ملحة في الري لذلك يفضل عدم زراعة الفاصولية في هذه الأرض أول حاجة هنعملها بعد اختيار الأرض إن شاء الله حرص الأرض عند جفافها وتم تقليبها جيداً ولا يفضل حرص الأرض وهي بها رطوبة عالية خصوصاً في الأراضي الطينية الثقيلة ويتخلص من فطريات التربة والتي تحتاج إلى رطوبة عالية وخلوق الأرض من الأمراض الفطرية وأدي إلى نجاح عملية الإنبات وعدم غياب أو موت البديرات وبالتالي تكون عند حضرتك نسبة الإنبات عالية ويبقى حضرتك هتسيب الأرض تجف كويس وبعد ذلك تحرط الأرض كويس ويتشمسها للتخلص من فطريات التربة أو الددان القرضة واللي بتنشط في الفترة دي من العوامل المهمة لنجاح محصول الفصولة البيضة أو الفصولة الصيفية هي السماد البلدي ولازم حضرتك السماد البلد ده يكون جديم ومتحلل وجاف يعني حضرتك تجيب السماد البلدي وتسيبه في مكان لمدة 3 أو 4 شهور بحيث تحصل في كل العمليات الحيوية واللي بتؤدي إلى موت الفطريات والطفايليات وموت أيضا بزور الحشائش وحتى لو في إصابة بالنماتودة يعني لازم يكون جاف تماما وخالي من بزور الحشائش وكل الأمراض الفطرية ويضاف هذا السماد البلدي قبل حرص الأرض والكمية بتكون حوالي من 20 إلى 25 متر مكعب للفدان والسماد البلدي عادة بيسمى روح الأرض أو الزراعة اللي حضرتك عايز تزرحها لأنه بيمد الأرض بالنيتروجين والبوتاسيوم والفوسفور وبعض العناصر التانية اللي بتساعد على نمو نباتات حضرتك وبتم إضافة السماد البلدي بعد جفاف الأرض من الرطوبة وقبل الحرص حتى يتم تقليب هذا السماد جيدا في التربة وتحقيق أقصى استفادة منه وكما بعد الحرص والتخطيط وعند الري قبل الزراعة يدوب بعض العناصر الموجودة في السماد لكي تستفيد منها الباديرات فورا وإنبات مما يعطي دفعة قوية للنمو وتحسين وضع النباتات يعني باختصار كده السماد البلدي يكون متحلل يتفرض على الأرض على البلاط بعد كده الأرض تتحرد به بعد كده نضيف الخدمة اللي التالية هنذكرها بعد كده ثلاثة إضافة السوبر فوسفات مع خدمة الزراعة لكن بعد الحرص أيضا وقبل التخطيط وبتم إضافة أو يفضل إضافة السوبر فوسفات الثلاثي المحبب لأنه بيفضل يمد النباتات بالفوسفور لفتلة طويلة لأنه بياخد فترة على ما بيتحلل في الأرض لذلك الأفضل يتم وضع ثلاث شكاير سوبر فوسفات محبب ومعهم ثلاث شكاير سوبر فوسفات أحادي أو البدرة لتحقيق أقصى استفادة لأن السوبر فوسفات الأحادي بيمد النبات بسرعة بالفوسفور ويختفي بسرعة من الأرض لما يختفي بيكون السوبر فوسفات الثلاثي بدأ يمد النباتات ويستمر معها فترة طويلة ويتم إضافة 100 كيلو كابريت زراعي للفدان والكابريت ده بيفضل يكون كابريت محبب وده لتطهير التربة ويمد النباتات بعنصر الكابريت ويتم إضافة 50 كيلو نطرات نشادر بالإضافة إلى 25 كيلو سلفات بوتاسيام وليه تستمى جرعة تنشيطية حتى أن البذرة لما تنبت تستفيد بسرعة وتنمو بسرعة وتكون صحية ويتم خلط هذه الأسمدة مع السوبر فوسفات مع النطرات مع الكابريت مع سلفات البوتاسيام ويتم إضافتها أو نثرها قبل التخطيط وهي دي الجرعة التنشيطية الأولى يعني باختصار كده نجفف الأرض ونرمي أو نضر السماد البلدي بعد كده بنحرة الأرض سكتين أو ثلاثة على حسب نعمة الأرض وممكن ندي سكة بالعزاية للتنعيم بعد كده بندي دفعة التسميد التنشيطية اللي هي السوبر فوسفات ثلاث شكائر محبب وثلاثة بودرة مع شكارة نطرات نشادر مع شكارتين كابريت زراعي محبب مع خمسة وعشرين كيلو سلفات بوتاسيام ونخلط الخلطة دي كلها ونبدورها على وش الأرض بعد كده بتتم عملية التخطيط أما بالنسبة لعملية التخطيط فبتكون حوالي عشر لو أنا هنخطط المساطب هيكون حوالي عشر مساطب في الجسابطين أو لو هنخطط خطوط فهيكون في حوالي اتناشر خط في الجسابطين على المساطب بنزرع على الرشتين أما في الخطوط بنزرع ريشة واحدة التوصية الرابعة بعد الحرث وإضافة دفعة السماد التنشيطية بيتم تخطيط الأرض ويفضل يكون قلب الخط عميق لأن ارتفاع قلب الخط وعند نمو الفصولية ممكن مياه الري تصل إلى القرون وده يسبب أعفان القرون ولما نحب نروي ري على الحامي بيكون سهل وعند إعطاء رية الطفل يفضل إضافة عشر لتر جاز سولار مع ماء الري لقتل اليرقات أو الخاصة بالحشرات وأهمها الدودة القرضة والحفار وبعض يرقات الددان التانية الكامنا في التربة ونكون عملنا كده تعقيم جيد من يرقات الحشرات في التربة وفي الأراضي الموبوعة بالحشاش يتم إضافة لتر استومب للفدان أو مع ماء الري أو رشة قبل رية الطفي مباشرة بعد التخطيط وإضافة الدفعة التنشطية من التسميت وممكن برضو لو الأرض موبوعة بالحشاش بيررش بعد الطفي بيررش لتر أو لتر ونص للفدان من مادة الجليفسات قبل الزراعة وده بيكون بعد الريب يومين أو ثلاثة مباشرة خمسة بعد جفاف الأرض بتتم عملية الزراعة لكن لا يتم نقع التقاوي في الماء قبل الزراعة وده خطأ كبير لو تم النقع حضرتك هتفقد نسبة كبيرة من البزور بسبب أعفان البزور ويتم الزراعة لما توصل الأرض لنسبة جفاف معينة زي ما بنقول كده تقدر تشيل الرجل وما تقرس شي وبنجري عملية التسحيف ثم الزراعة على رشتين لو مخطط مصاطب وبنزرع ريشة واحدة لو مخطط خطوط وبتم زراعة بزرتين في الجورة والمسافة بين الجور بتكون حوالي من 15 إلى 20 سنتي وتم التغطية على البزور غطاء مناسب ويفضل الغطاء يكون خفيف في الأراضي الثقيلة أما في الأراضي الخفيفة لا يزيد الغطاء في العموم من 2 إلى 3 سنتي حتى تتمكن البادرات من رفع الغطاء والخروج خارجه وبعد عملية الزراعة بتتم عملية تسحيف تانية لتسوية الأرض ستة اختيار صنف جيد الصفات ويكون خالي من السباقة زي صنف جيزة ستة أو صنف ألفة وتعامل التقاوي بمبيد فطري مطهر للوقاية من فطريات التربة ويحتاج الفدان تقاوي حوالي من 55 إلى 60 كيلو جرام للفدان وبعد الإنبات وتمام الإنبات يتم تفتيح الأرض وعسقها وتجهيزها للري بعد كده تتم حقن مبيد فطري لأعفان الجزور سبعة وضع برنامج رش وقائي فطري وحشري بعد تمام الإنبات وعند ظهور أربع ورقات حقيقية للوقاية من الحشرات صنعات الأنفاق وزوبة الفصولية وحتى الأصداء وأعفان الجزور وأخيرا الزراعة في المعاد المناسب وهو شهر فبراير في الوجه القبلي وأواخر شهر فبراير في الوجه البحري ولا يفضل زراعة الفصولية في الأراضي مرتفعة الملوحة موسم موفق إن شاء الله تابعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته